موجز لهم الأنباء يأتيكم من قناة الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنغريحا على افتتاح أشغال ندوة بعنوان صناعة المحتوى الرقمي الحافظ للذاكرة الوطنية وتهدف الندوة التي نظمتها المديرية للإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تستهدف الذاكرة الوطنية وسب لمواجهتها على مختلف المنصات في الفضاء الرقمي وفي كلمة له أكد الفريق أول السعيد شنغريحا أن صناعة محتوى رقمي حافظ للذاكرة الوطنية يعد رهانا أساسيا للمحافظة على الإرث التاريخي العظيم لأمتنا ضد الجميع محاولات التزييف والتحريف والتشويه التي يتعرض لها استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الحادية عشر للاجتماع الوزاري للجنة العشرة للاتحاد الافريقي المعنية بإصلاح مجلس الأمن وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن لقاء حضره وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وكان قد افتتح وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أشغال هذا الاجتماع الذي ستؤكد من خلاله الجزائر التزامها جنبا إلى جنب مع لجنة العشرة بمواصلة العمل في عملية إصلاح مجلس الأمن الجارية وتقويم الغبن التاريخي الذي عانت منه إفريقيا والتأكد من أن المجلس يتمتع بمزيد من الشرعية ويستجيب بفعاليات لتحديد السلام والأمن المتزيدة استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب الجزائر العاصمة نائب الرئيس التنفيذي المكلف بالملف الخارجي لإيك وينور فليب ماتيو والذي بحث معه فرصة توسيع نشاط هذا المجمع الطاقوي النرويجي في الجزائر حسب ما أفاد به بيان للوزارة وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة بحضور الرئيس قول المدير العام لمجمع سونطراك وأعضاء من المجلس التنفيذي للمجمع النرويجي استعرض طرفان وضعية علاقة التعاون الثنائي في مجال الطاقة وبالأخص في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات في الجزائر معربين عن ارتياحهم لتمييز الشراكة كما تم بحث فرص الاستثمار وتوسيع الشراكة القائمة بين المجمعين الجزائر والنرويجي وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلاة طلبت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حاملي المشاريع والمستثمرين الحاصلين على مقررات المنح المؤقتة لأوعية عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بتسجيل استثماراتهم لدى الشبابيك الوحيدة اللامركزية التي يقع فيها المقر الاجتماعي بالنسبة للمشاريع التي يقل مبلغ الاستثمار فيها عن 2 مليار دينار جزائري ولدى الشبابيك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية بالنسبة للمشاريع المرتبطة بأجانب أو المشاريع الأخرى التي يفوق مبلغ الاستثمار فيها ملياري دينار جزائري وتسمح هذه العملية للوكالة بالتحقق من التصريحات التي قدمها كل صاحب مشروع عندما الاستمارة طلب الوعاء العقاري عبر منسة حساب المعايير التي بنيت عليها شبكة التقييم المعتمدة دوليا الآن أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون حل البرلماني ودعا لتنظيم انتخابات تشريعية جديدة وذلك بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الأغلبية الرئاسية وأوضح ماكرون أن نتيجة الانتخابات الأوروبية ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا مشيرا أن صعود القوميين والدي مغجيين أقول يشكل خطرا على الأمة وفي أخبار الرياضة أوقعت قرعة كأس بيلي جان كينغ للتنس المقررة من العاشرة إلى الخامسة عشر جوان بيرواندا المنتخب الوطني الجزائري أكابر سيدات في المجموعة باء عقب عملية الصحب التي جرت يوم أمس الأحد بيجي بيكيغالي وسيخوض المنتخب الوطني غمار المنافسة إلى جانب تنزانيا جمهورية الكونغو الديمقراطية أنغولا والمزنبيق وقد كشفت الاتحادية الجزائرية للتنس عن قائمة المنتخب الوطني الذي يضم إيناس إيبو وأميرة بن عيسى قائدة الفريق بوشري حاب ميباركي وماريا بداش نهاية الموجز في أمان الله